السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي القناة كوراس بورت أهلا وسهلا بكم في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة نتكلم فيها أكيد عن نادي الآلي نرد فيها عن كل الأكاذيب والشائعات المغرضة ضد النادي الآلي لكن في البداية زي ما تعودنا منكم دايما أفضل حاجة بنبدأ بيها في فيديوهاتنا هي الصلاة الحبيب فالله مصلي وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نخش عطول في الفيديو بتاعنا بأول فقراتنا سبحان الله أحد لنبيا اللي كان بيتيح لنفسه وبيحل لنفسه أنه نفوت عادي وإحنا ملوك التفويت في مصر نادي كل يعني أغلب بطولاته جاية من التفويت نادي هو ونادي تاني لما بيجوا يفوتوا يقول لك أنت مالك يا عم إحنا أولاد عم مع بعض النادي الأبيض والنادي الأصفر اللي كانوا كل مواجهاتهم لما بيكونوا مع بعض بيشوفوا مصلحة مين اللي تمشي لو مصلحة الأبيض للبطولة بيتم التفويت للأبيض بكل قزارة وسفالة رياضية لو المصلحة للأصفر الأبيض بيفوت بكل راحة وكل سهولة ومع ذلك ومع ذلك الأبيض اللي قتاح لنفسه وحل لنفسه أنه يتم التفويت بينه وبين الفريق الأصفر الأبيض ده النهاردة قالب الدنيا وقالب السوشيال ميديا على مباراة لنادي آخر في بطولة قرية أن إزاي النادي دوت يفوت للنادي جزائري وأن كده ما ينفعش وفين الروح الرياضية وفين الأخلاق وفين 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 كنت فين أنت لما فوت مع الأصفر طوال تاريخك كنت فين أنت لما فوت قبل كده في بطولة عربية عشان تصعد فريق تونسي وما تصعدش الفريق اللي أنت بتتكلم عنه النهاردة طبعا للعدالة وجوه كثيرة وللقزارة برضو وجوه كثيرة طيب النادي الأهلي النادي الأهلي لما قرر إيقاف كهربا بسبب خروجه عن النص ومشادة مع بيتسو موسيماني وبالمناسبة يعني مشادة كهربا مع موسيماني تكاد تكون نسخة منها هي مشادة إمام عشور مع باتريس كارتيرو المدير الفني لنادي الزماني ولكن شتان الفارق في تعامل الإعلام هنا وهنا الإعلام في حالة كهربا ليلة نهار مفيش ساعة بتعدي إلا الإعلام يسأل السؤال مشاكل كهربا أزمات كهربا كهربا خارج الأهلي لو أنت صاحب كهربا تنصحه بإيه لو أنت أهلاوي قرارك إيه ضد كهربا ولو أنت ابن عم كهربا هتعمل إيه؟ وكهربا برا الأهلي والأهلي يطرد كهربا والأهلي يعرض كهربا للبيع والأهلي يقتل كهربا والأهلي يدبح كهربا وكل ليه؟ يعني بقالنا شهر وأكتر من شهر يوميا على الله مفيش في حياتنا الكروية والإعلام الرياضي المصري غير كهربا وبيع كهربا وإيه اللي تقادى بكهربا ده كلام الإعلام مش كلام يعمل نيجي عند إمام عشور ما في حد محترم طلع تناول إمام عشور زي ما تم تناول كهربا بنسبة واحد في المية يعني الموضوع لو حد كده تناوله كده هيتليه خده كده كخبر ماشي كده عارف أنت الإستريبة اللي بتبقى ماشية تحت في الشاشة دي بتاعت الأكبار هي نفس الحكاية إيقاف إمام عشور لاعب نادي الزمني قول تفاصيل يا فنم لا تفاصيل إيه بيه طب إيه اللي حصل يا فنم لا طب إمام عشور شتم كارترون قال له يا فندم لا طب هل هيتم بيع إمام عشور أو عرضه للبيع زي ما كنتوا عاملين حملة ضد كهربا لهدم كهربا لا أصل الفرق بين إمام عشور وكهربا فرقين الفرق الأول أن كهربا بيرعب للأهل فإحنا عايزين نهد استقرار النادي الأهل بأي شكل بالأشكال أما نادي الزمالك فعايزين نحافظ على استقرار الكيان لا مساس لا مساسة بنادي الزمالك طب ده الفرق الأول وعرفنا كله الفرق الثاني أن كهربا ضحى بكل حاجة عشان ينتقل من الزمالك للأهل كهربا باع الزمالك عشان الأهل فلازم نقطع رأب الكهربا واللي جاب كهربا ما كهربا غير الكهربا ده قليل أدب إزاي كهربا يسيب الزمالك ويروح لأهل فشفته ماتش السوبر قدي يقاف لكهربا عشر ماتشات على الرغم أن ما فيش أي حاجة في المباراة ولا شريط المباراة يدل على أن كهربا عمل حاجة ومع ذلك أدبح كهربا إمام عشور يغلط لعب شاب تعرفين الشباب بيغلط كتير والشباب طايش فهنا هنسمح طيب تلع علينا أروى بارينا المدير الفني لنادي الطموح وكذب على الرأي العام كله عايز أعرفك حاجة المدير الفني الأوروبي المحترم والسيرة الزاتية بيحترم نفسه بيحترم نفسه وما بيقولش غير الحق في مدير فني بيبقى جاي يأكل عيش ويقضيها زي أروى بارينا وفي مدير فني محترم عنده سيرة الزاتية بيحترم تاريخه وبيحترم نفسه المثالين اللي معانا النهاردة هم ريني فيلر ومارتين يول مارتين يول اللي في إحدى المؤتمرات الصحفية قال أنا عندي حارس لو تشاطت عليه تلاجة من نص الملعب هتخش هتخش مطلعش قال مارتين يول أن أنا عندي حارس عبلاق عندي حارس أداءه راقي ولا دحك على نفسه ولا دحك على جمهوره ولا دحك على قدارتنا دين في حين أن احنا بنشوف أروى بارينا بيطلع يجذب على الرأي العام كله يعني بيحاول يستغفل جماهير الطموح دا لو عندهم جماهير يعني يحاول يستغفلهم إن لأ أنا عندي حارس مرمى اسمه إكرامي هو نمبر ون في حراسة المرمى مش في مصر بس لأ دا في أفريقيا كمان وأنا مستغرب إن إزاي واحد بقيمة هذا الحارس الراقي ما يروحش منتخب مصر بالفعل أنا مع أروى بارينا إن إزاي واحد زي إكرامي ما يروحش منتخب مصر نهاردة اللي شاف الجني الأول في بيراميدز الكرة كانت طالعة برها لأول مرة شوف مهاجم يقدر يحول الكرة إنها تكون طالعة برها ضربت مرمى ويحولها هيدخلها في الشبكة بالشكل الإعجازي دا المدير الفني ريني فيلر لأن مارتين يقول لك أنا عندي حارس لو شط عاليتها اللي لجأ بالنص المرعة بتخش وده إسقاط على إكرامي ريني فيلر لما سألوا إكرامي أنا رقم كان في الأهلم رقم أربعة هو أنا رقم أربعة يا فيلر بعد شبير وبعد علي لطفي وبعد الشبناوي قالوا لأ أنت ملاكش تصنيف أنت ملاكش تصنيف إذا كان ريني فيلر عزيزي المشاهد الأهلاوي المحترم ما قدمش أي حاجة في حياته للنادي الأهلي فأهم حاجة قدمها للنادي طبعا ريني فيلر مدير فن محترم المنازمة وقدم الكسير للنادي الأهلي وكنت أتمنى واحد من أفضل المديرين الفنيين بعد مانويل جوزيه مع النادي الأهلي فنيا ويكفي أنه وصل مع النادي الأهلي للدور قبل النهاية في أفريقيا خلص الدور بقبلها بكذا أسبوع بفرق نقاط مع نادي الزمالك ولكن أهم حاجة قدمها فيلر للنادي الأهلي أنه خلص النادي الأهلي من البلوة اللي كان الأهلي مبتلى بيها إيه هي البلوة اللي الأهلي كان مبتلى بيها؟ أنت عرف بقى المدير الفني لمنتخب مصر كابتن حسام البدري اللي طلع على الإعلام كله بعد فوز مصر على كينيا أو تعادله مع كينيا وفوزه على جزر القمر قال لك رمضان ما تظلمهش يا جماعة رمضان عنده مزق في العضل الخلفية وحرام عليكم إحنا تأكدنا أن رمضان عنده مزق في العضل الخلفية إصابة رمضان لو حقيقية حتى لو شد كانت تستدعي يعني لو شد تستدعي من أسبوعين لثلاث أسابيع لو مزق من 8 أسابيع إلى 10 أسابيع على حسب درجة المزق النهاردة بنشوف ما شاء الله رمضان بيلعب بيقدي بيجري عضلة إيه؟ ده مش عضلة ده كستليتة يا جماعة مش عضلة والله طيب هلنروح ليه موضوع آخر كريم المعلم ابن المعلم كريم شحادة كريم شحادة قالك هناك مسؤولاً سابقاً في نادي كبير بيطلب من المدربين إنهم يتخزلوا ده مش بس كده ابن هذا المسؤول اللي كان برضو مسؤول في هذا النادي قبل عزل والده بيتواصل مع اللاعبين للضغط على إدارة ناديهم في الطلبات والمستحقات المالية السابقة وتجديد التعاقدات عارف منين كريم الرجل شغلته وهو قضرب نادي اللي بيشجع طيب بالنسبة لي إمام عشور نادي الزمالك تلع قال إن إمام عشور المشكلة بتاعته إنه اتعصب على نفسه فعقبناه لأجل غير مسابق إمام عشور هيعتزم لنفسه بعد دخوله في مشدق مع نفسه وباتريس جارتيرون هيقرر العفو عن اللاعب وعن نفسه لأن المشكلة كانت بين اتنين لعيفة بين إمام عشور وبين نفسه عارف أنت سعيد صالح في العيال كبرت رحت المدرسة ملقيتش حد غير أنا فهزقت نفسي فإزاي واحد زي هزقني فقعدت رحت بدي نفسي عزل أسبوع ورفض أسبوع وروح هو كده إمام عشور شتن نفسه فإدوه إيقاف لأجل غير مسابق الأخ خالد الغندور اللي طلع قالك الأهلي خسر بحصوله على المركز الثاني والمواجهات المحتملة صعبة يعني النادي الأهلي مرة كده كل سنة ولا كل عشر سنين لما بيطلع فبطولة في مجموعة مركز في مجموعة من ست متشاط بيطلع مركز ثاني والجماهير حالة الغلانة لدى جماهير النادي الأهلي لا توصف في حين إن واحد زي خالد الغندور مركز نادي التاريخي هو مركز الوصيف طالع يقولك الأهلي مركزه صعب يعني حالة صعبة ولكن البطل يا بندق ما بيخافش لمركز ثاني ولا مركز ثالث البطل لازم يكسب كل الكبار خالد الغندور قال إن الزمالك لو عدا هيوصل للنهاية وجهة نظره محدش يقدر يلوم عليه قال إن إمام عشور طايش ومتهور ويحتاج لتأهيل نفسي سبحان الله إمام عشور اللي خالد الغندور قال عليه إنه ميسي يمتلك قدم أقوى من قدم كريستيانو رونالدو لاعب مفيش زيه في مصر لاعب ملوش بديل في مصر لاعب بيكتسح مصر دلوقتي شايف إن اللاعب بيحتاج لتأهيل نفسي في حين إن كهرباء كان يحتاج لإعدام كهرباء كان يحتاج إنه يتم إعدامه في ميدان عام عشان يبقى عبرة للكل لمجرد إنه اعترض على المدير الفن في حين إن نفس الموقف عمله إمام عشور مع نادي الزمالك يطلع علينا خالد الغندور اللي كان بيطالب بقطع رقبة كهرباء يطلع علينا ويقول إن إمام عشور لعب طايش ومتهور ومحتاج لتأهيل نفسي طبعا قطع الرقبة دي حاجة كداية أو مجازا يعني طي خلصت أكبرنا ما خلصتش حكايتنا هستنى كل أراءكم وتعلاقاتكم شكرا لكم سلام عليكم شكرا لكم